السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خبز التوست او هنعمل قالب الخبز مناسب للكيتو دايت او كرطاي طعمه جميل جدا ومكوناته متوفرة في كل بيت طريقته سهلة جدا وسريع التحضير يلا بينا نعمله مع بعض هنقول مع بعض دلوقتي المكونات وطريقة التحضير معانا كوب ونص من مبشور جوز الهند المبشور يا جماعة مش الدقيق ومعانا كمان 3 معالق كبار من الزبدة السايحة نص كوب من حليب جوز الهند ان شاء الله هحطت لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف ومعانا كمان ملح ومعلقتين كبار من الاشطة واحدتين من البيت بيكن بودر وفانيليا هنضيف دلوقتي غطى من الفانيليا السائلة على البيت هو عيش ايوة لكن احنا بنحط الفانيليا علشان تشيل زفارة بتاعت البيت ودلوقتي هنشغل المضرب على اعلى سرعة لغاية لما حجم البيدي ضيف معانا بالشكل ده وبعد كده هنضيف عليه الزبدة 3 معالق كبار من الزبدة ونضربهم مع بعض كده كويس لغاية لما يختلطوا وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الاشطة ولمتبع نظام قراطاي ممكن ان هم يزودوا نسبة الزبدة انا بس بحط القشطة علشان تدي طعم حالو وهنرجع تاني شغل المضرب بالطريقة دي لغاية لما يختلطوا مع بعض ويددينا كده قوام كريم شوية بالشكل اللي قدامنا ده دلوقتي هنجيب بقى مبشور جوز الهند كوب ونصف من مبشور جوز الهند وهنحط عليه معلقة صغيرة مليانة من البيكن بودر وهنضيف دلوقتي نصف معلقة صغيرة من الملح والملح حسب التزوق وممكن كمان ما نحطش ملح خالص انا جربته من غير ملح وبملح في الاتنين كان حلو بصراحة ودلوقتي هنحط معانا الخليط السيل وهنقلبهم مع بعض كده كويس وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف حليب جوز الهند هنضيف بالتدريج وهنضيف شوية كمان ونقلب بالمضرب كده لغاية لما نوصل للقوام اللي انا هورره لكو دلوقتي الرابط بتاع فيديو حليب جوز الهند ان شاء الله حطه لكو في صندوق الوصف كده القوام بتاع الخليط كويس جدا يعني اخدنا حوالي نص قباية من حليب جوز الهند الا معلقتين كده وجبدي دلوقتي قالب على شكل مستطيل بالشكل ده وحطيت فيه ورق زبدة علشان اعرف اطلع منه التوست وما يتكسرشي وهنبدأ دلوقتي ان احنا نحط الخليط شايفين القوام بتاعه بيكون كده وبعد ما حطينا الخليط كله بالشكل ده هنوزعه كويس في الصنية ونساوي الوش كويس من فوق وطبعا نشيل الزيادات بتاعة ورق الزبدة دي علشان ما تتحرقش في الفرن بيكون معانا قالب التوست بالشكل ده هنحط عليه دلوقتي شوية من السمسم ده سمسم مش متحمص وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 طبعا الفرن بيكون سخن بيقعد معانا بالزبط نص ساعة وبعد ما عدى نص ساعة انا طلعت قالب العيش وعملت له اختبار بالخلة طلعت نضيفة وزي الفل وبعد كده رجعته تاني تحت الشوية حمرت وشه اه انا بوريكو بس ان احنا بنعمل اختبار بالخلة بالشكل ده بتطلع نظيفة جدا دلوقتي هنسيب القلب خالص لغاية لما يبرد خالص خالص وبعد كده بنشيله من ورق الزبدة علشان ما يتكسرش معانا ونحطه دلوقتي في طبق التقديم ونبدأ ان احنا نشيل ورق الزبدة طبعا بطلع معانا بمنتهى السهولة وده شكل القلب بتاعنا من تحت شايفين جميل جدا ومتحمر وده قالب التوست بقى دلوقتي جاهز ان احنا نقطعه بيكون معانا بالشكل ده بعد ما قطعناه شكله جميل جدا وبصراحة يفتح النفس يلا بينا بقى نشوفها نقدمه مع بعض ازاي انا قدمته بالشكل البسيط ده معا كوب بيت شايف النعناع جميلة جدا وكمان معا جبنة شايفين قطعة من التوست جميلة جدا ومتمسكة بصراحة شكلها جميل جدا ويفتح النفس يلا بينا بقى ندقها مع بعض انا ااخد كده جزء من الجبنة وهدهنه عليها ممكن طبعا تستعملوا اي حاجة بس طعمه حلو جدا مع الجبنة بصراحة بصراحة يا جماعة طعمه جميل جدا واحلى حاجة معا الجبنة وكوب بيت شاي وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل خبز التوست او قالب الخبز مناسب للكيتو دايت او كارطاي اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ومستنية تعليقاتكو الجميلة وبالف هانا وعافية